نروح للسردباكات الراجل بيلعب بطريقة مختلفة قد يلعب بتلاتة سردباكات طريقته كده مختلفة يعني يا حمزة المسوسي بيكون سردباك تالت ناحية الليمين احمد ايمان منصور جاي عشان هينفذ خطة الراجل ان هو يكون سردباك ناحية الشمال يعني احمد ايمان منصور يقدر يلعب بكلفت ويقدر يلعب سردباك ناحية اللفت تمام؟ لانه كمان بيقدر يبتدي هجمة من وراء لانه لعيب اشول وبيعرف يبتدي هجمة من وراء وكنا بنفتقده شوية كان الوينش ما بيلعب ناحية الشمال ما بتبقاش عدلته قوي فبيلعب السروباس برجله الشمال بتبقى طويلة شوية يعني بداية اللعب فاحمد ايمان منصور حل من الحلول طيب عندنا لعيب كمان بيلعب في الاتحاد السكندري اسمه شبانة لعيب قوي جدا قوي لعيب قد تحتاجه في مبارات كثيرة جدا واكتسب خبرات من خلال وجوده مع اسوانه مع الاتحاد السكندري لعيب ممكن يعلى والطارجت بتاعه يعلى من خلال وجوده مع نادي الزمالك وعندنا محمد عبدالسلام ايضا معار وعندنا محمد عبدالغني وعندنا حسام عبدالمجيد اللي طلع وعندنا محمد طارق وعندنا الوينش يبقى ازا عندنا كم من اللاعبين المميزين في مكان السردباك بجانب ايضا احنا عندنا اكتر من لعب معار زي شبانة وزي محمد عبدالسلام ممكن واحد فيهم يرجع او هو في الغالب شبانة وتعالوا بقى نروح لنص الملعب نص الملعب ده عندنا مشكلة ان احنا محتاجين ديفندر ديفندر رقم 6 زكريا الوردي اللعيب بيجيد رقم 8 ورقم 6 بس هو رقم 8 اكتر شوية وبالتالي الزمالك بيبحث عن رقم 6 وفعلا في طريقه للتعاقد مع لعب رقم 6 مصري طيب بجانب ايضا امام عشور متواجد في الحتة دي بجانب ايضا التجديد لمحمد اشرف روقة في حالة رغبة الراجل يبقى ازا احنا جبنا زكريا الوردي وهنجيب ديفندر وهنجيب ديفندر يعني هيبقى عندنا اتنين ديفندر رقم 6 يبقى زمالك هيجيب كده حارس مرمى هيعود عمر كمال ولو لم يعود هيكون فيه تفكير في باك رايت لا هيعود عمر كمال هيعود شابانة وجود احمد ايما منصور بيحل يعني مكان السردباك ناحية الشمال ومكان الباك ليفت في بعض الاحيان ممكن يلعبها خلاص يبقى ازا احنا محتاجين حارس مرمى او اتنين محتاجين اتنين رقم 6 مع زكريا الوردي ومع محمد عبدالغني اللي بيلعب في الحتة دي ومع امام عشور اللي بيلعب في المكان ده واجات فيه خلاص طيب نروح للمنطقة كمان بجانب الحتة دي عندنا حمدي علاء حمدي علاء من قطاع الشباب واللي كان معار لنادي سموحة سيعود الموسم الجديد حمدي علاء خلاص لعيب شاب والرجل بيعتمد على لعيبة الشباب واللعيبة هو بيعرف يحفظ اللعيبة وبيعرف يحطهم في الاماكن السليمة رجل فريرا يعني علامة يعني تمام خلاص فبقى عندنا زي ما قلت لكم المكان ده طيب نروح بقى لناحية اللي مين عندنا زيزو وعندنا شيكابالا وعندنا سيد نمار يلعب في الحتة دي وفي الراس حربة عندنا سيف جزيري وعندنا مروان حمدي لأنه اعارته انتهت وهايعود للزمالك وعندنا اسامة فصل اعارته انتهت وهايعود للزمالك وفي المركز اللي في النص كمان عندنا يوسف اوباما عندنا اسلام جابر عندنا يعني بعض الاماكن عندنا سيف فاروق جعفر عندنا نحت شمال يوسف اسامة نبيه لكن انا ارى ان الزمالك محتاج واحد ناحية اللفت زيزو يقدر يلعبها شيكابالا بيلعبها ساعات يوسف أسامة نبيه بيلعبها ساعات لكن وصفة رجع فرع فكرة من ضمن اللعيبة كمان اللي بتلعب رقم تمانية في نص الملعب فنحية الشمال بعد رحيل أشرب من شري اعتقد ان الزمالك محتاج ناحية الشمال لعيب في حالة تعاقد مثلا في كلام على جون إيبوكا كلام مجرد كلام لكن لو الزمالك تعاقد مع راس حربة أجنبي أعتقد الزمالك التارجد بتاعه في وجود سيف الجزيري وجود مروان حمدي وجود أسامة فيصل ويعني أعتقد هيكون الأجنبي لإلا هافليفت لإلا صانع ألعاب يعني عندنا مشكلة ان يوسف أوباما في الحتة دي ساعات يلعبها ساعات ما يلعباش ساعات يوجيد فيها ساعات يلعب نص ملعب تاني ساعات يلعب راس حربة فهم يعني قد يكون في مركز صانع الألعاب ده يكون لعب نص ملعب آه وفي نفس الوقت يقدر يلعب لأن صانع الألعاب دي بقت ملغية شوية في طريقة لعب مستر فريدا فأنا شايف من خلال اللعيبة اللي احنا جبناها احنا جبنا إبراهيمان داي ممكن يلعب هافليفت ممكن يلعب هافريت ممكن يلعب صانع ألعاب فعندنا حل من الحلول فالزمالك قد يأتي ب راس حربة أجنبي أو صانع ألعاب أجنبي يعني ده الأقرب لأن الزمالك مش هيجيب أجنبي في الدفاع خلق احنا عندك حمزة المسلوسي وعندك زكريا الوردي في نص الملعب ديفندر أو رقم تمانية وعندك إبراهيمان داي هافليفت هافريت يعني من ضمن الحاجة كنا بقول لكم أن يجيب هافليفت أجنبي أنا شايف إبراهيمان داي حل من الحلول بيلعب في الحتة دي وبيجيد هذا المكان وبالتالي ده مكان أشرف بنشرق خلاص يبقى احنا محتاجين إيه احنا فضل لنا أجنبي لو عمر كمال جه مش محتاجين باكريت عايزين اتنين ديفندر وعايزين راس حرب يبقى احنا محتاجين مع اللعيبة اللي احنا جبناها أحمد أمام الصور زكريا الوردي إبراهيمان داي شابانة عمر كمال عبد الواحد مروان حمدي حمدي علاء أسامة فيصل محتاج اتنين رقم ستة أو واحد رقم ستة بجانب أيضا أجنبي خامس مع الفريق ممكن نجيب على فكرة الأجنبي الأيام اللي جاية دي وممكن نأجل الأجنبي لو ما فيش لعب سوبر لأن احنا ما ندفعش فلوس وخلاص يا جماعة انتو عندوكم أمثلة لأن دي جنبنا كل ربع ساعة يجيبوا لعيبة بملايين الدولارات ويمشون ببلاش وبالتالي احنا عندنا توقف للدوري العام المصري الدوري هبتدي يوم 15-10 وهتم إقافه يوم 15-11 وهنروح لكاس الرابطة اللي هيفضل مستمر وهيعود الدوري مع بداية شهر يناير مع نهاية كاس العالم ومع نهاية كاس الرابطة في الموسم التاني ليه وبالتالي مفيش استعجال على لعب أجنبي دلوقتي ممكن نجيب دلوقتي يعني أمير أكيد شغال على الملف دوت وممكن نجيب لعيب في يناير لأن احنا مش نلعب 5-6-7 أسابيع بالكتير قوي في الفترة اللي جاية دي وعندنا السكواد اللي خدنا بيه الدوري وخدنا بيه الكاس وعندنا سكواد قوي جدا جدا عندنا لعيبة مميزة جدا وبالتالي عندنا ثقة كبيرة جدا في الراجل يعني وقدراته احنا عندنا برضو حسام أشرف اللي لسه جاب جون في في استر كامباني عندنا لعيبة كويسة يا جماعة ولعيبة وعيدة وإن شاء الله بإذن الله يعني خليكم عندكم ثقة في الميستر فريرا وعندكم ثقة في أمير لأن أمير جاب لعيبة كويسة جدا 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 وزي ما قلتلكم يا جماعة الزكاء إن انت تجيب لعيب قوي جدا جامد جدا عايصنع لك الإضافة بدون ما تدفع فلوس كتير عالفاضي وخلاص لأن احنا عندنا الأرقام في مصر يقول لك معرفش بيراميز انتو عايزين اللعب ده مننا سبعين مليون ممكن تجيب اللعب أحسن منه باتنين مليون